موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهل في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وحلقة تتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابه حلقة يغيب عننا اليوم فيها المهندس عدل القيعي الزميل والصديق العزيز الكبير لظروف صحية طارئة يمكن النهاردة أجريت ليها عملية بسيطة في العين الحمد لله بحلقة جيدة وبإذن الله يرجع لنا الحلقة الجاية إن شاء الله هي حلقة فيها الكثير من الموضوعات والتفاصيل المهمة حلقة جاية في توقيت كمان شديد الأهمية للنادي الأهلي عشية لقاء مهم جدا للأهلي في غينيا مع هوريا الغيني في كوناكري في مباراة الزهاب لدور التمانية لدور أبطال أفريقيا البطولة اللي حضرتكم كلكوا عارفين قدي إن دي الأهلي بيتطلع للفوز بيها واستعادت هذا اللقب والمشاركة من جديد في بطولة العالم اللي هتكون في الإمارات هذا العام إن شاء الله مباراة مهمة مباراة في مواجهة فريق يبدو لدى البعض أنه أقل من أقرانه في هذا الدور لكن الحقيقة نتائجه وطموحاته وحتى الغموض اللي بيكتنفه بيؤشر إلى إنه فريق صعب فريق كارتيرون المدير الفن الفرنسي للأهلي مهتم جدا به حذر لعبته كتير جدا من مغبة الاستهتار أو محاولة التقليل من شأن هذا الفريق قياسا على أي ألقاب سابقة بوصفه لم يحصل على أي لقب من قبل لكنه في الأول وفي الآخر هي مباراة في دور التمانية وبخروج المهزوم ودي مواجهات في حد ذاتها صعبة أي أن كان المنافس أي أن كان مستواه لكن مدام مباراة بخروج المهزوم ذهابا وإيابا تستحق كل التركيز وكل الاهتمام أيضا في توقيت مهم جدا هذه الحلقة لأنه مجلس إدارة النادي الأهلي خلال هذه الساعات بيسعى للتصويت على لايحة النظام الأساسي هذا المشروع التشريعي المهم جدا اللي الأهلي بيضرب به المثل في الممارسة الديمقراطية الحقيقية داخل النادي من خلال كل أفرع الأهلي وأيضا من خلال هذا الحوار المجتمعي أثري جدا اللي مجلس إدارة اهتم فيه لطرح الموضوع على كل فئات النادي ما فيش فئة من فئات النادي ما تعملت لهاش ورشة عمل المرأة والشباب والزاوي الاحتياجات الخاصة والأطباء والصحفيين والمهندسين ورجال الأعمال والاقتصاديين كل هذه الفئات تمثلت في ورش عمل عديدة جدا بل إنه مجلس إدارة النادي كمان فتح حوارا مهما جدا وفعالا مع كل أعضاء النادي في الفروع التلاتة عشان يتلقى كل هذه المقترحات وأيضا اللجنة المركزية لللائحة اهتمت إنها من خلال البريد الإلكتروني اللي خصص لها دعوة العضاء كلهم للمشاركة بمقترحاتهم بتعديلاتهم برؤيتهم حوالين مواد هذه اللائحة وكان المهم الحقيقة إنه مجلس الإدارة برئاسة الكابتب محمود الخطيب كانت عنده هذه الرغبة للاستجابة أنا مش بس عامل مشروع لائحة نظام متمسك باللي فيه لا إذا كان اللي فيه جزئية تخص رئيس النادي كان واضح جدا وشيء يقدر إنه رئيس النادي في هذا المشروع بيتنازل عن الكثير من سلطاته لصالح الجمعية العمومية مجلس الإدارة بيرجع خطوتين في الكثير من النقاط ويعظم ويقدم دور الجمعية العمومية فكانت النية واضحة جدا إنه المجلس على هذه الدرجة من الاستعداد للتعديل والتغيير حتى إنه فيه مواد كانت موجودة بالكامل تشالت سواء لإنه حصل عليها اتفاق من خلال الحوار المجتمعي أو إنه اللجنة الأولمبية تحفزت على بعض من هذه المواد سواء ما يتصادم منها مع الدستور أو يتصادم مع القانون القانون الهيئات الرياضية رقم 71 لسنة 2016 أو مع المثاق الأولمبي وفتح الكابت المحمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة هذا الحوار المهم جدا معه أعضاء النادي في الجزيرة ومدينة نصر وشيخ زايد واستقبلوا كل المقترحات والأراء وفي الآخر تم التوصل بعد كل هذه النقاشات وكل هذا الحوار المجتمعي واسع النطاق إلى مشروع دستور مهم جدا للنادي الآلي بيتم سياقته في الأوقات الحالية وهيتم اعتماده من مجلس الإدارة عشان الخطوة اللي جاية خطوة التحدي الكبير خطوة التحدي الكبير عند كل الأهلوية وعند كل أعضاء النادي إنهم يكونوا مؤمنين ومهتمين جدا بالحضور يوم 28 تسعة هذا الشهر علشان يقولوا رأيهم في هذه اللايحة الأهل محتاج في هذه الجمعية 12 ألف ونص وده رقم مش قليل بس كمان ثقة الجميع في الجمعية العمومية للنادي الأهلي هي ثقة بلا حدود في كل التجارب اللي النادي الأهلي لجأ فيها الجمعيته عمرها مخيبة ظنه وعمرها ما تراجعت أبدا أو حمسها ناحية النادي واتجاه مجلس الإدارة واتجاه مستقبل النادي اهتز أبدا ففي خلال الفترة الجاية إن شاء الله الدور اللي جاية إنه هيتم تعليق كل بنود اللايحة بما تم الاتفاع عليه بشكل نهاي بما اعتمدوا مجلس الإدارة النص اللي هيعرض على الجمعية العمومية يوم 28 تسعة للاستفتاع عليه هو النص اللي خلال الأيام اللي جاية هيكون متعلق في لوحات الإعلان في كل مقرات النادي ومؤكد أنه هيعلن من خلال وسائل الإعلام الرسمية للنادي علشان العض يشوف النص الكامل لللايحة ويروح يوم 28 يصوت عليها إن شاء الله لايحة الأهلي ما بتهمش أعضاء النادي بس بتهم الجمهور أيضا حتى وإن كان الجمهور ملوش فيما هو داخل الأسوار لكن مين قال إن النادي الأهلي مكانته وقيمته داخل أسوار مقراته النادي الأهلي مكانته وأهميته داخل قلوب عشاقه في كل مكان النادي الأهلي مكانه الحقيقي وعنوانه الرسمي وجدان الملايين من الأهلوية المهتمين بأي لايحة تخص النادي بأي شيء يحقق الاستقرار للنادي لأنه أي تشريع قوي أول نتيجة مباشرة له الاستقرار فالاستقرار هو اللي يحقق النتائج هو اللي يجيب بطولات هو اللي يسعد الجماهير الاستقرار هو اللي ينمي الموارد هو اللي يجيب أموال هو اللي يحقق بطولات هو اللي يجيب نجوم هو اللي يجيب لعيبة هو اللي يكافئ فرق هو اللي هيجيب أفضل للمدربين هو اللي هيسعد الجماهير إذا أنتم تتكلموا على لايحة تبدو في الظاهر أن هي لايحة تخص الأعضاء لكن في الحقيقة هي تخص كل واحد أهلاوه في أي مكان لما يحكمك دستور قوي لما يكون عندك لايحة منضبطة ومتسقة وظاهرة للجميع ده اللي أنت بتبني عليها وده اللي أنت بتتحرك من خلالها فده أمر يهم كل الأهلوية ومطلوب الفترة اللي جاية مزيد من الاهتمام أنه النادي الأهلي يضرب المثل ويحقق رقم قياسي جديد في نسبة الحضور للتصويت على مشروع دستور النادي الأهلي إن شاء الله الفترة الحالية زي ما قلت لحضراتكم عند اعتماد الليحة من مجلس الإدارة سيتم الإعلان عن البنود النهائية والمواد اللي تم الاتفاق عليها بشكل رسمي واللي تضمنتها مشروع لقاحة النظام الأساسي للنادي الأهلي ما أدرشي أبدا في هذا التوقيت وفي هذه الظروف أغفل ذكرى ميلاد الميستر ترجمة نانسي قنقر